بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم والتسليم أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفافة والغنى وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة أيها الأحبة خرج أبو هريرة رضي الله عنه مرة إلى السوق فقال يا أهل السوق ما أعجزكم فقالوا لما يا أبا هريرة فقال الناس يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم في السوق تبيعون وتشترون فقالوا أين يا أبا هريرة قال في المسجد فانطلقوا مسرعين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس رضي الله عنه ينتظرهم فلما رجعوا قالوا يا أبا هريرة ما رأينا شيئا فقال ما وجدتم أحدا في المسجد قالوا بلأ قالوا ما وجدتم قالوا وجدنا قوما يصلون وقوما يقرأون وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود رضي الله عنه في نفر من أصحابه فمر أعرابي فقال يا أبا مسعود ما اجتمع عليه هؤلاء قال على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه ما هو هذا الميراث هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دنارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر العلم أيها الأحبة مكانته عالية ومنزلته رفيعة ولذلك جاء في القرآن آيات كثيرة في بيان فضل العلم وبيان منزلة أهله فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه عندما دعاه إلى التوحيد يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ويقول جل وعلا ممتنا على داود وسليمان بالعلم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالزيادة من شيء الله سبحانه وتعالى بالبسطة في العلم والجسم والعلماء أخبر الله سبحانه وتعالى أن لهم مقامات عالية ومن ذلك أن الله أشهدهم معه ومع ملائكته على أعظم مشهود به فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأخبر سبحانه وتعالى عن العلماء أنهم يقفون المواقف العظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة قال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وأيضا وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين في آيات كثيرة لو قرأتم القرآن وتدبرتم في مواقف العلماء وبيان ما يجب على الناس وإضاح الحق وشهادتهم على الناس فالعلماء منزلتهم عظيمة ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أمر بطاعتهم فطاعة العلماء أعظم من طاعة الآباء والأمهات يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم العلماء والأمراء ثم قال بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والرد إلى سنته بعد مماته والذي يرد إلى السنة هم العلماء ولذلك يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذوعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم فقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالعلماء هم النجوم التي يهتدى بها كما أن النجوم في السماء يهتدي بها الناس في الظلمات وفي البر والبحر وهي أمور حسية فإن العلماء يهتدى بهم ويسلكون بمن سارى على طريقهم إلى الجنة فإن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ولا يمكن أن يعرف الإنسان هذا الطريق الذي يسلك به العلم إلا عن طريق عن طريق العلماء فالذي ينبغي أيها الأحبة أن نحرص على علمائنا وأن نجتهد في الحضور عندهم والسماع لهم وأن نستدرك حياتهم وصحتهم فإن فقد العلماء ثلمة في الإسلام كما يقول ابن مسعود يقول فقد العلماء ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه تعلموا قبل فقد العلم قالوا كيف فقد العلم قال فقد العلم بفقد العلماء فإن فقد العلماء مصيبة عظيمة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم من صدور العباد لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد إنما ينتزعه بقبض العلماء فإذا فقد العلماء فقدت الأرض منارها وفقدت الأرض حياتها فإن الأرض كما تحيى بالمطر فإن القلوب والبلاد تحيى بالعلماء فالواجب أيها الأحبة أن نستغل فرصة وجود علمائنا الأحياء منهم ونواضب على حضور مجالسهم والسماع إليهم والاستفادة منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علمائنا الميتين اللهم ارحم من مات من علمائنا اللهم ارحموا رحمة واسعة اللهم ارفع درجاتهم وكفر سيئاتهم ونوِّر لهم في قبولهم وأما أحياؤهم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارهم وفي أعمالهم وأن يوفِّقهم وأن يسدِّدهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الرجوع إليهم والاستفادة منهم وملازمتهم والصدر عن رأيهم فإن الصدر عن رأي العلماء فيه النجاة بإذن الله ثم أختم أيضاً بالحذر الحذر من الكلام في العلماء أو الطعن فيهم أو استنقاصهم فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله سبحانه وتعالى في من اتهكها معلومة ومن استخفى بالعلماء فقد ضيع دينه ومن استخفى بالولى فقد ضيع دنياه نسأل الله عز وجل أن يوفِّقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وإترك المنكرات وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد